أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بيسان إلهي الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن هنا في طوبة في رحاب الجامع الكبير وهو مسجد طوبة ونحن معنا هنا إخواننا المسريون الذين أطوا إلى هنا لنشر العلم والثقافة الإسلامية ونحن أيضا في مناسبة عظيمة جدا وهي مناسبة إحياء مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نرحب مرة أخرى باسم مقدمة القدمة الهيئة المعنية بإدارة سؤون الجامع الكبير نرحب بإخواننا المسريين في هذا الرحاب العظيم ونقول لكم فمرحبا قولها باللغة متحدة لكنها باختلاف الناس تختلف الآن نعطي الكلمة لشياء العلي وبعد ذلك نعطيها لشياء أحمد تفضل يا شعالي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد يعني نعيش في هذه الذكرى العطرة في هذا اليوم المبارك ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أولا نرسل برقية تهنئة من الأزهر الشريف على رأسه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الذين يرسلون التهنئة إلى العالم بأسره بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم بشكل خاص إلى السنغال وإلى أهل السنغال ونحن البعث الأزهرية نتقدم بخالص التهنئة والسرور لجميع المسلمين في السنغال وفي طوبة خاصة وأهل المسجد الكبير خاصة بهذه الذكرى العطرة يعني هذه المشاعر الجياشة في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم انظر نحن الآن في تمام واحدة بعد منتصف الليل انظر إلى كم الهائل من الناس الذين يأتون للاحتفال بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحب نابع عن إيمان هؤلاء الناس انظر إلى هذا المنظر الذي يبعث السرور في قلوب المسلمين جميعا فنحن البعث الأزهرية والله وجدنا حب النبي صلى الله عليه وسلم فعليا في أخلاق المسلمين هنا في طوبة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فهي مكارم الأخلاق نعيشها في هذه البلدة المباركة التي نرى فيها في هذه البلدة المباركة نظام إسلامي حقيقي في الشارع الطوبة في شارع طوبة انظر في هذه المدينة الفاضلة التي لا يوجد فيها الخمور ولا يشرب فيها الدخان ولا ترتكب فيها المنكرات وكأننا نعيش في زمن الصحابة انظر إلى هذه الوحدة الإسلامية التي نراها الآن وكأننا نعيش بين مجلس العلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما ترى هذا الجمع الطيب أتذكر جمع الصحابة الذين يرون هذا الجمع في القصص حينما تجد أن حمزة الكرشي يجلس بجوار بلال الحبشي بجوار صهيب الرومي بجوار سلمان الفارسي كل ذلك ما جمعهم إلا الإسلام وإلا حب الإسلام قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أطقاكم إن الله عليم خبير حتى لا أطيل أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المسؤولين في طوبة لدعوتهم لنا للمشاركة في هذه الليلة المباركة والله حتى اقترب نصف الليل الأخير ومع ذلك أو الثلث الأخير ومع ذلك الناس يقبلون ويزداد الأمر ازدحاما ونحن لا نريد أن ننصرف من أجل سماع هذا المتح النبوي أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة المسجد الكبير بطوبة وإلى أهل طوبة عامة ونتمنى عام سعيد إن شاء الله في حب ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا علي على هذه الكلمة الطيبة وأن نعطي الكلمة لشاء أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية نقول نحن مبعوث الأزهر الشريف نتقدم بخالص التهاني والتبركات بمناسبة ذكر ميلاد سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة الطيبة أهلها في مدينة طوبة السنغيالية نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الذكرى العظيمة ذكرى خير ورحمة وأمن وسلام على المسلمين خاصة على العالم أجمع عامة ميلاده صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين ولما لا وهو الذي بوجوده وبمولده أخرج العبادة من ظلمات الشرك والجهل والطغيان إلى عدل ونور الإسلام والإيمان فنسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى علينا بالخير واليمن والبركات والسلام والإيمان على المسلمين في هذه البلدة الذين نشكرهم خالص شكر وتقدير على دعوتهم لنا للمشاركة في الاحتفاء والاحتفال بهذه الذكرى العظيمة فنقول لهم كل عام وأنتم جميعا بخير وفي طاعة وإلى الله عز وجل أقرب ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا الأيام بسلام وطاعة وإيمان هذا هو صلى الله وسلم ودارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذن الآن نختتم الكلمة بشيخ عبد الرحمن ويلقي كلمة قصيرة وننهي الجلسة إن شاء الله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد فإنني أنتهز هذه الفرصة وهذه المناسبة للكريمة العترة لأهنئ جميع شعب السنغال المبارك هذا الشعب الكريم الجواد الذي قد اشتهر بكريم خلقه وعظيم أخلاقه وبالتزامه بأخلاق الإسلام وبآدابه لأهنئهم بذكرى مولد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا النبي الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين فقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا النبي الذي بعثه الله تبارك وتعالى نورا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في شأنه يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الذي هو دعوة أبيه إبراهيم وبشرى أخيه عيسى وهو النور الذي رأته أمه قد خرج من بين قدميها فأضاء لها هذه الأرض وأخرجها من الظلمات إلى النور فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى العطرة أياما عديدة وأزمنة مديدة ونسأله سبحانه أن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه في عبادتنا وفي معاملتنا لأزواجنا وأمهاتنا وبناتنا وجيراننا وأن نطبق أخلاقه على أرض الواقع هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا